هذا مريم متجوزة من 12 سنة والزوج أكبر منها ب12 سنة هي 35 هو 47 هي بتشكر فيه تقول عليه إنسان محترم ولكن هو دايما يعني إيه مش عايز أقول بيميز والدته ولكن أمه هي رقم واحد ده شيء طبيعي إن الأم تكون رقم واحد ويريد الناس كلها تبقى عارفة فضل الأم وكل ما يحسن هو إليها الإحسان ده بينصب عليكي وعلى بيتك وعلى أولادك وحياتك فأنا شايفة أنك ما تحطيش نفسك في كفة في مقابل الست والدته وبالنسبة بقى لي مسألة لو أنت في بعض الأمور هو أنت مش قادرة تروحي لما يعني أنت تقولي له يعني يتكلمي معاه ما تخديهاش أنه لا أنت بتفضلها وانت ما ينفعش حط نفسي في مقارنة معاه لكن ينفع أطلب منه أنه مثلا طيب لو أنت حتروح أنت الأولاد لو أنت فعلا مش قادرة تروحي لما دي بتكون كويسة لو أنت مش قادرة تروحي وليله طب أنا خلاص أم احتاج أرتاحي النهاردة أنا محتاجة أعود مع نفسي شوية ما فيش مشكلة وتبقى الأمور كده بنعومة مش وحدة بوحدة ولا بندية بنصح برضو دايما في مسألة الاترابات في العلاقات الزوجية بنكتهد قدر الطاقة ونقول بعض النصايح اللي ربنا بيفتح بيها وفيش مانع برضو أن احنا نرجع لمتخصصين في العلاقات الزوجية عشان نوصل لحل لا مانع بيهدو العلم أصوال علم هو مفتاح كل شيء كل حاجة زي ما الطبخ ده علمه زي ما الأشياء العظيمة جدا في الدنيا بنعتبرها علم شوف أنت حتى أبسط الأشياء اللي هي في المطبخ دي علم كل شيء قائم على العلم حتى العلاقات الإنسانية علم الإنسان بيتعلم وبيشوف وبيفهم وبيدرس عشان يحسن من الوضع بتاعه يحسن من التفاعل بتاعه في المجتمع وأنه يشوف المشكلات بحجمها الطبيعي مش بحجم مبالغ فيه وندعي ربنا لأنها من الأسباب المعينة على صلاح الأحوال ندعو الله سبحانه وتعالى أنه يصلح الحال بينك وبينه يجعلك قرة عين له ويجعله قرة عين لك وأنه يوفقك رب العالمين للتماسل الأسباب اللي تؤدي إلى صلاح الحياة فيما بينكما ونحمد ربنا على نعمه في أخريات محرومات أن يكون لها بيت أو أن يكون لها أولاد أو يكون لها حياة حتى بحلوها وبالمر بتاعها فنحمد الله تعالى على نعمه نعم حتى تكسر وتكسر هذه النعم بين يدي الإنسان فالحمد لله حمدا كثيرا مباركا طيبة